بعضنا مش قادر يربط يعني هقول لحدوتك بصراحة كده بعض الناس بتقول الدول اللي صاحبة التأثير الأكبر بتفاوض وبتفاوض بقوة لأنه هو المتحكم في الاقتصاد العالمي باقي الدول هي بشكل أو بآخر مضطرة إنها توافق إلى أي مدى وجود كوب في أرض مصر ما خلينا طرف أقوى في المفاوضات مدى القاب النهاردة ليه معنى أكيد؟ إحنا طرف فاعل بصورة أكبر استنادي تحديداً أيه أكيد طب التقديم اللي احنا عملناه والله نشكل حريك أنك تحتيل بفرصة فيه ده مرتبط برؤية مصر القاب رؤية مصر القاب عشان نقدر نفهمها لها أربع محاول رئيسيين المحور المتعلق بالتخفيف من أثار التغير المناخي المحور الثاني متعلق بسياسات للتكايف المحور الثالث متعلق بالتمويل اللازم لهذه السياستين الصادقتين والمحور الأخير يتعلق بالتعاون اللي هو مبدأ رئيسي حاكم للدولة مصرية يختلف مع وجهة النظر اللي احنا بنتكلم عليه سياسة فرض الأمر الواقع سياسة فرض الأمر الواقع دي دفع دفعت البشرية في الدول النمية التمن بتاعها غالي جداً ولابد من الالتفات إلى التشابكات علشان نبقى فاهمين هذه الدول التي ترغب في فرض إرادة أحادية في قضايا شائكة زي قضايا المناخ لازم نتفهم تماماً هذه قضايا مرتبطة بقضايا قضايا الزراع على سبيل المثال إذا حدث نوع من أنواع السيطرة على مزرعات الدول النمية التأثر بالأحداث يعني حدث شفتي الأحداث الحرائق وإلى آخره اللي حدثت في عديد من الدول النمية في الفترة الأخيرة نتيجة تغير المناخ اللي بيحصل إذا حدث نوع من أنواع ذوبان الجليد ومن ثم أن كنت بتشهدي نوع من أنواع التهديد للدول المتشاطئة على البحار أو المحيطات بالإضافة إلى الجزر الصغيرة لما بتشوفي التهديدات اللي بتحصل للشعوب الأصلية لما بتشوفي كل ده لازم أن نتوقف ونتفهم الأثار المترتبة على ده أن الارتدادات أو الانعكسات على الدول المتقدمة في منطقة خطورة أهمها الهجرة غير الشرعية أهمها ظهور مجموعة من الاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية النتيجة عن هذه الهجرة في داخل هذه المجتمعات المتقدمة أهمها التحديات الاقتصادية المفروضة لما بتغلي في كل ده بقى ونبتدي نتكلم على أن ده بيزيد تأثيره وتفعيله نتيجة أزمات العالم كله بيمر بيها لابد أن احنا ندرك الانعكسات على هذه الشعوب ومن ثم أن تراعي هذه الدول الكبرى المتقدمة مبدأ العدالة المناخية أو مبدأ العدالة الاجتماعية حتى بين كل شعوب العالم أن هذه الشعوب لها الحق في الحياة يعني الحضاج ما تقوله ده جانب إنساني لكن مربوط بأنهم مضطرين يعترفوا بده حتى وإن لم يعترفوا سابقا في سنوات سابقة بمؤتمرات كتير لغاية كاب 26 كان الاتفائيات أو المفاوضات كلها حول اتفائيات تمهيدية كاب 27 وقرارات أعتقد أنها قرارات كده يعني تطوعية مايش قرارات ملزمة زي ما حدقته فضلت في التقديم للفقرة وقلت أن الفرصة الأخيرة أو فرصة الإنقاذ الأخيرة لكوكب الأرض والبشرية هو المنطلقات أو التوصيات التي ستخرج عن كاب 27 كاب 27 بيعبر عن السياسات التنفيذية على الأرض التي ينبغي أن يلتزم بها جميع الأطراف لتحقيق مجموعة من الأهداف أهمها الحفاظ على درجة الحرارة عند 1.5% وعدم العمل على ارتفاعها في الفترة اللي جاية أهمها مساعدة الدول النامية بالفعل على اتباع السياسات لمصر بتعرضها في استراتيجيتها التخفيف وإلى آخر الأربعة الجوانب الاستثمار حتى في الدول النامية استثمار الأخضر الاستثمار الأخضر ده أمر مفروغ منه